السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هتكلم عن تعريف كود البناء السعودي او سعودي بيلدينج كود لو حد سألني ايه هو الكود اصلا في ناس كتير ما بتعرفش الكود الكود مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشهيد لضمان سلامة المبنى لضمان السلامة والصحة العامة وترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة لازم نحفظ التعريف ده كويس جدا الكود ده معمول عشان يفيد كل الناس لازم تبقى عارف الكود يعني ايه مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية عشان نقدر ننفذ الكود وملاحق متعلقة بايه بالبناء والتشهيد يبقى كود البناء اسمه كود البناء متعلق بالبناء والتشهيد ايه الهدف منه رقم واحد السلامة السلامة العامة للناس وللمباني وكلها اتنين الصحة العامة رقم ثلاثة ترشيد استهلاك المياه رقم اربعة ترشيد استهلاك اطلاق احفظ لبش مهندس هي عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء متعلقة بايه كود بناء سعودي متعلق بالبناء والتشهيد ليه الهدف من الكود عشان تعرف تجاوه بايه الهدف ان اطبق الكود السلامة العامة الصحة العامة تمام ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك الطاقة مهم جدا اخوانا الرسمة دي الهدف الهدف من كود البناء السعودي رقم واحد انا بعتبره حماية الارواح والممتلكات الهدف تمام حماية الارواح والممتلكات safety first تمام اتنين دا عبارة عن وثيقة قانونية انا لما هاجي ارجع اختلف بين اي حد انا استشاري باختلف مع المقاول او المالك بيختلف مع الاستشاري او بيختلف مع المقاول او مع اي حد يرجع لمين يبقى المرجع بتاعنا الكود وثيقة قانونية تمام رقم ثلاثة رقم ثلاثة وده مهم جدا لما بعمل ترشيد تمام بيديني رفع كفاءة المبنى كامل يبقى رقم ثلاثة رفع الكفاءة رقم اربعة ترشيد الاستهلاك يبقى رقم واحد رقم واحد الكود مهتم رقم واحد اخوانا اهم اهم عنصر او اهم حاجة اهتم بيها كود البناء السعودي تمام حماية الارواح والممتلكات يبقى انت لازم تقنع الناس ان الكود ده معمول عشان يحمي الارواح بتاعت الناس لما يكون فيه كود تمام هنحمي ارواح الناس مفيش مبنى يحصل فيه مشكلة مفيش مش عارف عامل شغال يحصل معه مشكلة لا فيه حماية الارواح والممتلكات رقم واحد في الكود رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة حماية الارواح والممتلكات رقم اثنين ان الكود ده وثيقة قانونية لما اقدر يحصل اختلاف بين المالك وبين الاستشاري وبين المقاول يلاقي فيه حد أو فيه مرجع بيرجع له اللي هو الكود تقوله والله النوت أسبير كود ده مش مطابق للكود حسب البند الفلاني رقم كذا بيقول كذا الكود يبقى ميزة الكود وصيقة قانونية عشان تحمي كل الأطراف رقم ثلاثة رفع كفاءة المباني رفع كفاءة المبنى بصفة عامة ده باشرك كمان ان هي بترفع كفاءة المهندسين والفنيين وكل الناس اللي شغالها في مجال البناء والتشهيد رقم أربعة ترشيد استهلاك الطاقة واستهلاك المياه ده نتيجة تطبيق الكود لو لا الكود لم يتم ترشيد الاستهلاك طيب إلزامية كود البناء السعودي لازم يا أخونا الالتزام بالحدود الدنيا للتصميم المعماري والإنشاء لازم في التصميم المعماري والإنشاء يا أخونا التزام بال Lu World في التصميم الإنشاء والمعماري اعتمادية في الكود كوسيق التقاضي ملزمة للأطراف قطاع البناء والتشييد الكود ده خلاص معتمد دلوقتي قانوني وسيق التقاضي والله هنا لو رحت الحد ناس اللي تشتغل تمام تدي تقارير فنية عنه والله من اللي عنده الحق المقاول الاستشاري المالك لازم يرجع لبند الكود والله يقول له كده في البند الفلاني في الكود السعودي بيقول كذا 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 يبقى الكود وصيق التقاضي ملزمة للأطراف في قطاع البناء توفير اشتراطات الأمانة والسلامة بما يتلاهم مع طبيعة المبنى لازم يوفر اشتراطات الأمانة والسلامة بما يتلاensive مع طبيعة المبنى وحنا قلنا الـ استخدام الأجهزة والمواد التي تحافظ على ترشيد استهلاك المياه والطاقة لازم لو في عندي مواد ترشد استهلاك المياه وترشد استهلاك الطاقة هي اللي أنا أكون ملزم باستخدامها يبقى تعريف كود البناء السعودي مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بإيه؟ بالبناء والتشهيد ليه؟ ليه عمل الكود لضمان السلامة العامة والصحة العامة وترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة نحفظهم كده أربع حاجات الهدف من الكود رقم واحد وهو أهم حاجة حماية الأرواح والممتلكات رقم اثنين إنه هو وصيقة قانونية رقم ثلاثة رفع الكفاءة بصفة عامة رقم أربعة ترشيد الاستهلاك ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالكود والسلام عليكم ورحمة الله